سأل غفلت عن قضاء شهور من رمضان ولا أدري بالضبط عدد الأيام التي أفطرت فيها فهل يصح أن أجمع الأيام كلها التي أفطرت فيها ثم أقوم بصيام كل شهر ما يعادل عشرة أيام وهل يلزمني كفارة رغم العدد الهائل من الأيام التي غفلت عنها الصدر السؤال يقول بأنه ماذا؟ يعني غفل عن قضاء الشهور عن قضاء طبعا أو غفلت لعلها امرأة أو غفلت عفوا أي عن قضاء شهور رمضان ولا أدري بالضبط عدد الأيام الجواب نعم يسوغ لها أن تتحرى أولا عليها أن تتحرى حتى تطمئن نفسها بعدد الأيام التي لم تؤدي قضاءها لم تقضيها ثم بعد ذلك لها أن تفرق القضاء حسب استطاعتها بإذن الله تعالى كأن تصوم كما قالت هي يعني عشرة أيام كل شهر تنوي به قضاء ما أخرت قضاءه من أيام لا حرج عليها إن شاء الله تعالى ولا فدية عليها ولا كفارة هناك قول تسمى الكفارة الصغرى أو الفدية الصغرى قال بها بعض أهل العلم في من أخر القضاء دون عذر شرعي حتى دخل عليه رمضان لكن الصحيح أن القضاء دين في الذمة فعلى من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يبادر إلى القضاء فإن أخر لسبب أو لآخر أو لإهمال فإن هذه الأيام تكون دينا في ذمته عليه أن يقضي هذا الدين ولا شيء عليه فوق ذلك فلا مانع من هذا التصرف إن أمكن لها أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأيام فذلك أفضل وإلا فلا مانع من التفريق والله تعالى أعلم